مهرجان العالمين زي ما انتم عارفين في السحر الشمالي بيبدع كل يوم وبيقدم فنانين وعندنا مفاجآت كتير جدا بنشوفها لكن طبعا رغب علامة يمكن يعني خلص الليلة بتاعته وطار على الاردن علشان يقدم هو كمان مشاركة والناس الحقيقة كمان في الاردن متابعية عارفين ان هو جاي من مهرجان العالمين كانت الناس الحقيقة كمان كانت بتسألني على مهرجان العالمين من الجمهور الاردني انه عايزين نروح مصر وشايفين الابراج وشايفين العالمين الناس بتسأل بشكل كبير كمان هتشوفه ان شاء الله في التساع عملنا لقاءات تانية زي ما شفته الفنان وليد توفيق لكن فيه كمان الفنانة نداء شرارة اللي هتتفاجأ في اللقاء وهي بتغني العمر الدياب مثلا يعني وانا سألتها على فكرة الاردن كلها بتغني مع عمر الدياب وانت تبقى مستغرب يعني متابعين كل الاغاني كل الجديد بتغني نداء شرارة لسيدة أمو كلسوم وحتغني أغنية من أغاني عمر الدياب وده هتشوفه في اللقاء معنا كمان فيه لقاء مع الصوت اللبناني الرائع اللي بتغني بتسعة وعشرين لغة المطربة عبير نعمة اللي أجرينا معها لقاء وحتشوفه أيضا وهي بتغني المصر وبتغني حاجات كتير ده هيكون أيضا على مدى الأيام المقبلة في التساع هتتبعه كل ما قدمناه في مهرجان جرش اشتركوا في القناة